السؤال من الأهالي كان أنه بما أني أنا بقترح بالتدريب على تربية الإيجابية وأسلوبة هي أنه نستخدم الدراما والخيال وبنفس الوقت نغير المكان فكان فيه عندي أكم استفسار اللي الهم ما عندناش طاقة متعبنين إحنا من أنه نستخدم تغيير المكان والدراما دايما هذا بده طاقات أنا بفهمك ماما أنا بفهم اعتراضك بس أنا بدأ أسألك أنت عنديك طاقة أنك تدلك تشرحي وتوبخي وتنقي ومرات كتير تتعصبني ومرات كتير تعاقبي هل هذا نفع؟ إذا نفع كملي فيه وقتركي أسلوبة أسلوبة بالتدريب قتركي أنا هدفي من التدريب هذا هي أنه نطور شخصية شخصية أطفالنا تكون سوية وسعيدة إيش بدك أكتر من هيك أنت أمني لأطفالك؟ بدك أنه يطلق يتطور يصير رجل مستقبل قيادي وامرأة قيادية اللي يكون سعيد الإنسان وبنفس الوقت تطور سعادته بأنه يكون سوي النفس الشكوى والتدمر والعصبية عكس هذا إحنا وين تأمنى نستخدم التدريب هذا لحد السبع سنين؟ ليه؟ لأنه هذا الجيل اللي بنفعه لما بيعند لما بده يكسر القانون لما بده يصرخ لما بدهش يحكي غير بسراخ لما بده يكسر القيام هذا بنفعش الشرح ولا المحاضرة ولا النهي ولا الناء هذا بنفعش بنفعه أنه أستخدم أغير المحال وأستخدم الحواس أنا شايفة أنا سامعة أنا بحس أنا بدوق أنا بشم وبنفس الوقت أحكي مع شخصية خيالية ونفعت وكثير من الأمهات والأباء اللي استخدموها وسعادتهم وخلتهم تصير عندهم هن نفسهم تفوق بالأسلوب بالتدريب هي أساسها أنه تعودنا إحنا كأهل أخذنا التربية بالتوارث والتربية في الناء والشرح هذا ما بيفيد الإبن السبع سنين لما مثلا نفرد بصرخ وبطلبش بدل ما أقوله أطلب ليش بتحكي بسياح هذا الأسلوب التقليدي أنا بقوم بغير المحل وبثبت على فكرة دايما بثبت عليه بغير المكان عشان أخليه ما يحسش أنه سلوكه قاعد بخليني منتبه وبركز على هذا السلوك لأنه كل ما ركزت على سلوك غير مستحب هو بكرره وبصير عادي إنه بهاي المرحلة الطفل بين الواقع والخيال الواسع تعال شوف يا كوشكوش أحكي مع أي شخصية خيالية أي شخصية هو بعرف عنها حتى لو بعرفش عنها تعال اسمع تعال اسمع يا بابي تعالي شم يا بيسة شوف ابني ما أشتره وتفوق بحكي وبسيحش مش زيك أنت يا بيسة بدلك تنوي واستخدم بشم بسمع بدوق بحس بق كل بتذوق كل الحواس مع الخيال الواسع وأهم شيء أنت بتسرد قصص أنت عم تسرد قصص استخدم البطل وتفوق فيه تفوق في ابنك على البطل هدا عندك طاقة كمان ولا ما عندكيش طاقة أنك تعمليه أنا بقولك كل واحدة بتقول أني ما عنديش طاقة لأني أنا أستخدم هذا الأسلوب بالتدريب إذا بتجربيه بتصيري أنت محلي بتصيري تنصحي فيه لأنه كتير بعمل على تدريب الأطفال بالتلقائية طبيعية فطرية وإنت بتصيري عبقرية بالإبداع وعند النوم لازم ما ننسى نحكي قصة اللي فيها أوسع له خياله وكمان أمدح بابني بأنه متفوق على البطل يعني مثلا نفرد أنه كشكش لا يرتب ألعاب وتعشوف ابني ما أشتره وإنت عم تحكي وعم تسرد القصة كل ما سردته قصص للأطفال لأن القصة وصيت علاجي كمان وما تنسوا أهم إشي أهم إشي توفير بيئة حركية للتنفيس تنفيس عن الضغوط وهيك أنت بتكوني مبدعة مبدعة في التدريب ترجمة نانسي قنقر